موسيقى أول مرة لحظة تاريخية فارقة في تعامل شريع الوطني مع وضعيات الأشخاص في وضعيات إعاقة وكان أول مرة نصف تنصيص على البطاقة كان في ماي 1982 يعني أزيد من 42 سنة وكان ذلك في إطار القانون متعلق بالرعاية الشمعية لأشخاص المكفوفين وضعف البصر كان ثاني مرة تنصيص هو في إطار القانون اللي صدر سنة 1993 واللي هو القانون الرعاية الشمعية الأشخاص في وضعيات إعاقة بالإضافة طبعا القانون سبعة سنة 13 اللي كانت نصيص فيه في المادة 23 على بطاقة شخص في وضعيات إعاقة إذن هذه اللحظة تاريخية اللي جات في إطار تنفيذ التوجيهات السامية دي الصاحب الجلال الملك محمد السادس نصره الله والعناية الكبرى التي يوليها لهذه الفئة والنهوض بحقوقها وأيضا في إطار مواكبة الورش الملكي للحماية الاجتماعية وفي إطار تفعيل مقتضاية دستور المملكة الفصل 34 طبعا وعدد من يعني الإشارات لحقوق الأشخاص في وضعيات إعاقة وأيضا في إطار تفعيل التزامات بلدنا على المستوى الدولي خاصة انتفاقية دولية لحقوق الأشخاص في وضعيات إعاقة ووفاءا بالانتزامات البرنامج الحكومي 2021 2026 إذن في هذا الإطار ينبغي الإشارة إلى أن الحكومة الحالية كانت لها وحدة إرادة قوية من أجل الاشتغال على إصدار بطاقة الإعاقة وكان الاشتغال مع جميع القطاعات المعنية وقمنا منذ سنة 2022 بأولا يعني وضع نظام لتقييم الإعاقة حسب لغايدلاين يعني حسب المتطلبات منظمة الصحة العالمية وفي إطار مقاربة تشاركية كما قلت مع جميع القطاعات المعنية ولكن أيضا مع المجتمع المدني ومن بعد هذا الفترة كان اشتغال على المنظومة الإلكترونية اللي ستمكننا من إصدار بطاقة الإعاقة إذن هذه البطاقة الإعاقة باش نجاوب السؤال ديلكم أولا غادي تكون تنزيل وتمتل إشارة في بعض الأقلين في جهة تنزيل نموذجي في واحد الجهة للإحاطة بجميع الإكرهات ومن أجل إنجاح تنزيل ديال هذا البرنامج وأيضا سيتم تعميمه في مباد في جميع الجهات إذن الخدمات طبعا هي الخدمات اللي منصوص عليها بحقوق الأشخاص في ديالة إعاقة فيها الخدمات الصحية فيها الخدمات الشيماعية فيها الخدمات الشيبة الطبية عدد من الخدمات لكن اللي سنعرفوه بغا يكون تنزيل طبعا بصفة تدريجية وحتى أجيب الأخت اللي سولت على يعني بالنسبة للأشخاص في وضعية إعاقة اللي نحن جميعا متضامنين معهم وهذا على الشيب لكم هاد الحكومة اشتغلت بواحد القوة وبواحد يعني فضل توجيهات والعناية السامية ديال صاحب جل النصر والله باش يتم الإخراج لهذا بالتقال اللي كينتضروها الأشخاص في ديالة إعاقة كتر من أربعين سنة فإذن كان واحد المجهود تجبر لأننا واعين بالمعاناة ديالهم وحاسين بها فطبعا يعني كتكون هناك بعد إحنا قمنا بواحد مقاربة الشركية مع جميع الجمعيات وتيكون منحكم أنهم يعني يعبروا على المطالبة بحقوقهم فهذا متفهم لكن اللي نبغي نقول الإجابة أن هذا يعني الوقف اللي كانت من أجل إصدار واحد المعيار باش يخلينا نعرفو الوضعية ديال أشخاص في وضعية إعاقة للاستفادة ديالهم من هاد الخدمات فإذن هدي جات الإجابة اليوم لأن اليوم خرج المرسوم لمنح بطاقة الشخص في وضعية إعاقة وغادي يساعدنا كتير باش نحط واحد معايير موضوعية باش حتى شي واحد ما يكون ما يعني باش ما يتضلم وباش يكون الاستفادة من الخدمات طبعا التنزيل كما قلت بطريقة تدريجية لأن هكذا كان بشي وفي أي يعني أي تجربة جديدة خاصة أنها واحد القفزة النوعية مهمة جدا اجتماعية وحقوقية وعلى جميع الأسعادة فإذن هذا التنزيل النموذجي في جهة غادي خلينا باش نعملو الإحاطاء بجميع المعطيات باش يكون تنزيل ناجح إن شاء الله قبل التعميم ديالو باش يوصلك جديد فيديوهات لأنباء تيفي تابونوا معنا في لتين يوتيوب وفعلوا الجرس